اشتركوا في القناة مثلي ومثلك لما الرب يقولها مثلي ومثلك أنه هو إله كامل وإنسان كامل. أنا نفسي طلق الضوء للمشاهد إزاي المسيح كان إله كامل وإنسان كامل في ذات الوقت وخاصة عندنا مواقف كتيرة في العهد الجديد كان باين قدام الكل أنه إله كامل وإنسان كامل هل ممكن طلق الضوء للمشاهد أنا بشكرك المفروض لا لأنني عايز أقوم بدور المحاور فمرة. لا عايز أقوله بس في أي موضوع إحنا بنتناوله أو اللي بنتعلمه في الكتاب المقدس لازم ندرس الخلفية الحضارية للموضوع. الشيء التاني السياق الحديث لما بيتكلم الكتاب مثلا بفترة موسى عم يتكلم وكيف الشيء الثالث كيف الشعب المعاصر فهم هذه الآية وكيف التسلسل للأحداث التاريخية كانت تدرك هذه الآية فلازم يعني داما بقول لازم إحنا لما نفسر آية لازم أول شيء نيجي للفكر اليهودي كيف اليهودي كان بيفهم هذه الآية بالنسبة لهذه الآية اليهودي كان أول الشيء متعصب لكلمة الله وكان محافظ للكتاب أو على الكتاب كلمة النبي هي نفس المواصفات اللي بتتكلم عن المسيح والمسيح اللي هو الممسوح الممسوح طبعا في العهد القديم الشخص الذي كان يمسح لازم يكون يعني مش غريب لازم يكون من شعب إسرائيل وبالنسبة مثلا للكاهن لازم يكون من صبت طبعا طبعا فإذا الكاهن أو النبي طبعا أو الملك كان لازم يمسح بالزيت طبعا وهذه المسحة مسحة تمييز تخصيص الشخص لأن يكهن يعني أنه يخدم أو الملك أن يقود والنبي أن يتنبأ بكلام الله نبوات إما تشجيعية أو نبوات دينونية اللي كانت معاصرة لأيام إسرائيل أو نبوات مستقبلية فإذا بتتم النبوة فإذا هذا النبي من الله فالنبي اللي من الرب لازم يكون ممسوح مسحة بالزيت موسيقى